الدكتور على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عشان يقوله يا ريس التلفزيون كله حزيني وده كان بعد هزيمة 67 الناس ولادي ما بيفتحوش التلفزيون لانه كله حزيني عبد الناصر اجتمع مع الوزراء بتوعه وقال لهم انه البلد كلها زعلانة لانه تهزمنا وانه الشعب بينكت وهو ده الشعب المصري ينكت في كل الاحوال بعد كم شهر 23 يوليو طلع عبد الناصر يخطب بمناسبة ثورة يوليو 23 يوليو 67 وقال انا عارف ان الشعب المصري بينكت وبيقول نكت والحاجات دي وهو ده الشعب المصري بيحب ينكت طول الوقت وعمل كده قبلنا وهيعمل كده بعدنا وعبد الناصر حقيقة اشتاكى من النكت الرزلة بس اللي بتمس هبت الدولة لان دي ممكن الاعداء ياخدوا النكت دي ويتعاملوا من خلالها الدكتور اللي قال لعبد الناصر الكلمتين دول ما عرفش انه هو الدكتور ده هيدحك شعب مصر بعد كده عبد الناصر الحقيقة كنا دخلين على رمضان وكان عايز يدحك الشعب المصري يرفع عنه ينسيه اثار الهزيمة فكلم رئيس الازاعة وقال له عايزين حاجة في رمضان تبقى تدحك الناس الحقيقة رئيس الازاعة قال له يا رئيس احنا تحت امرك بس رمضان بقيله اسبوعين قال له ما فيش مشاكل يعني اسمع هات فؤاد المهندس هو الشكار يعملوا مع بعض مسلسل اذاعي رئيس الازاعة اعتبر ان ده امر رئيسي بسرعة رفع السماعة على فؤاد المهندس وقال له تعالي عايزك الاستاذ فؤاد المهندس كان وقتها نجم كبير متألق طار على شارع او على مقر التلفزيون رئيس الازاعة قال له الرئيس طلبك بالاسم انت وش ويكار تعمله مسلسل في الازاعة في رمضان الجيدة الحقيقة فؤاد المهندس اعتبر ان دي حاجة عظيمة انه الرئيس عبد الناصر تحديدا عايزه في رمضان يعمل مسلسل كوميدي جري فؤاد المهندس على احمد رجب الاستاذ الكبير احمد رجب كان كاتب ساخر ومن اقوى الساخرين في تاريخ مصر قال له استاذ احمد او يا احمد احنا دلوقتي في مهمة حربية قال له خير يا فؤاد قال له الرئيس عبد الناصر طلبنا ان احنا نعمل مسلسل ازاعي في رمضان نضحك الناس احمد رجب بصله وقال له الرئيس قالك فؤاد المهندس قال له اه فؤاد المهندس وشو الكار قال له جاب سيرتي احمد رجب قال لا خلاص يعملش دعوة قال لا ما تحذرش يا احمد الرئيس عايز مسلسل ازاعي في رمضان اللي بعد اسبوعين ده تكتب بسرعة ما فيش كام يوم الاستاذ فؤاد المهندس لقى الاستاذ احمد رجب جيب له سكريبت مسلسل ازاعي بيموت من الدحك بيشقل بالدنيا من الدحك وقال له انه المسلسل اسمه شيء من الهباب لانه الاستاذ احمد رجب كان السنة اللي قبلها كتب مسلسل ازاعي اسمه شيء من العذاب بطولة الاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب ونين لي لكن الاستاذ فؤاد المهندس شاف كلمة شيء من الهباب هتبقى مصار سخرية وهنا نكت وبتاع خلينا نعمل حاجة تانية نسميه اسم تاني نسميه ايه اه فسموها شنبو في المصيضة فتعملت مسلسل اسمه شنبو في المصيضة اثناء ازاعة المسلسل الرئيس عبد الناصر اتصل بالازاعة وقال له انا حريص اني انا بنفسي وولادي بنتابع المسلسل ده وبلغ فؤاد المهندس ان احنا مبسوطين منه جدا الغريبة ان المسلسل نجح جدا لدرجة ان الاستاذ حسام الدين مصطفى اخدوا وعملوا فيلم وبقى اسمه فيلم شنبو في المصيضة الاغرب ان الفيلم ده جاب في السينما في اسبوع الاول عشرين الف جنيه وده رقم سنة سبعة وستين مهول جدا ما حصلش حضروا في السينما سبعمية وخمسين الف شخص ورغم ان فؤاد المهندس او الاستاذ فؤاد المهندس عمل من سنة سبعة وستين لسنة تلاتة وسبعين واحد وعشرين فيلم لكن مفيش فيلم فيهم نجح نجاح شنبو في المصيضة مفيش فيلم في الواحد وعشرين فيلم عمل الاراضات بتاعة شنبو في المصيضة الاساس فؤاد المهندس نفسه كان دايما يقول انه فيلم شنبو في المصيضة واحد من اعز الافلام على قلبي لانه ساهم في رفع الروح المعنوية للشعب وانه واحد من الاسلحة اللي الرئيس استخدمها عشان يزيل بيها اثار العدوان غريبة قوي لا مش غريبة الشعب بعد كده دخل في موجة من الضحك الغير محدود دحك يمكن شنبو في المصيضة كويس لكن ما بعد شنبو في المصيضة كانت فيها ارتالة بقى هي كده الشعوب لما بتتعرض لأزمات لازم الأنظمة تلهيها في حاجة تدحكها قوي تنسيها تطلع لها إشاعات يطلعوا أخبار عن الأبض على عصابة أو الأبض على شبكة دعارة وفيها أسماء كبيرة أو تسريب مش عارف جنسي مش عارف إيه وهكذا دي لعبة الأنظمة وحشتوني جدا أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين رجعنا لكم بعد أجازة العيد أجازة طويلة جدا والحقيقة كم التعليقات اللي يعني اتشاف على إعلانات حلقة مصر النهاردة تخلي الواحد يتأكد إن الحياة من غير مصر النهاردة مش لونها بمبي وإن جمهور مصر النهاردة حاجة جميلة وعظيمة جدا وزي ما قعدتكم الليلة صهرة ممتعة إن شاء الله على مدار الثلاث ساعات اللي جايين مجموعة عروض مسرحية كل عرضه ولو أبطاله اللي ممكن تكون بتحبهم وممكن تكون بتكره بعضهم إنما كل عرض هتلاقي وراء حكمة ومعنى ورسالة فخلوني دلوقتي أبدأ بالعرض الأول الأستاذ محرم فؤاد رحمة الله عليه ليه أغنية حلوة قوي بتقول شفت بعيني محدش قال لي شفت عيون حلوتها تخلي حتى اللي ملوش قلبي يحب وفي العرض ده هتلاقي سؤال واحد والمشاهد كلها بتدور حوالينه إما بالهروب منه أو التعمية عليه أو زي ما عمل عبد الناصر بتضحك اللي ملوش معنا السؤال كان مفروض تفتتح ليه شاشات وتتعمل ليه سهرات ويستدعى له قصص وحكايات وعود السؤال بعد ما نضحك عن ناس من عاشر سنين نراجع بقى بعض المشاهد بتاعة الثورة العظيمة اللي هتف لها فناننا لسه تلاتين يونيو ما عداش عليه تسعة أيام فلازم نستدعي كل مظاهر ما قبل ثورتهم العظيمة تلاتين يونيو ونشوف الممثلين اللي لقبوا أدوار الله أعلم بمزاجهم ولا كان مطلوب منهم ينزلوا زي ما طلب من الأستاذ سؤاد المهندس والأستاذة شويكار رحمة الله عليهم أنهم يدحكوا الشعب نفتكر كده قبل تلاتين يونيو كانوا الأساذة بيقولوا الفاسدة الكاذبة ونقوله مع السلامة والقلب مش دعيلك وشكرا لحد كده عربت تأسم المصريين بس ده بعدك أي طاغي لازم نتكسر عن عدد مصر المحروسة ايه ده عمر ما مصري كانت منهارة بشكلها ايه احنا التصنيف الاعتماني بتاعنا كان اي بلاس النهاردة يبقى triple c انا انا نزلة علشان مصر لان انا شفت فيها كل الخير نفس الاجيال اللي جاية تشوف الخير اللي انا شفت شاهد نظم اللي قوان ممكن يقفى كفايا دم وكفايا الكسام في الشعب المصري وكفايا سنة وكفايا اللي حصل لحد كده الشعب المصري مش هيكمل ارحل نازلين عشان مصري لان ما لا تقع اخوان ما كنتش تنزل تلحق بلدك وتلحق ثقافتك وتلحق حضرتك مصر حضرتك منك للابد احنا كنا مناسبة مرسي عطرت لمون وعطرتش لمون كنا مش مشكلة فصيل وطني بيعاني بقاله فترة ياخد حقه السؤال اللي هو عادها في الحكم سواء الحزب او سواء الرئيس الرئيس الوزراء كل شيء بيدل على ان هم السؤال بقى للأسازة العظماء اللي انتو شفتوهم دول هل مصر بقت احسن بعد عشر سنين من انقلاب السيسي بعد عشر سنين من المشهد اللي انتو شفتو ده السؤال للأستاذ حسين فاهمي هل مصر تصنفها لإتماني بقى رائع السؤال للأستاذة اللي قالت مصر بتنهار مصر الحضارة هل مصر بقت أروع سؤال بسيط مش مكالكع ولا أي حاجة ويمكن يكون أسهل من السؤال اللي هربت منه واحدة من قلاضيش السيسي لما سألها التلفزيون الألماني بزكاء عن الفرق ما بين ثورة يناير وما بين ثلاثين يونيو زي ما كتبت فاطمة نعوت نفسها نسمع نعوت نعت وقالت ايه في الرد على السؤال ده نسمع كده اهو قالت من ملف الإخوان النسائي أنا أول مرة أعرف الملف ده في ملف كده بس هما بيبدعوا يعني بالأمس اتصلت بي إزاعة دوتش فيلا الألمانية تسألني ما الفارغ بين ثورة يناير 11 وثورة يونيو 13 فأجبتها بأن الأولى كانت محاولة لتحريك المياه الراكدة في وطن لا يتقدم ولا يسعى لحل المشاكل التي راحت تتراكم على كاهله وتتفاقم عام بعد عام حتى بات المواطن المصري يشعر بتلك المعصرات من طباع الأمور ولا مجال لإصلاحها أما الثانية اللي هي 30 سنية فكانت ثورة حياة أو موت من أجل استعادة وطن مصروق وهوية تتهاوى ومجتمع يتحلل وشتان بين الحالين ثورة يناير كانت محاولة للعيش بشكل أفضل أما ثورة يونيو فكانت محاولة للحياة أصلا ونحن نرى بأعيننا مصر تحتضر والوطن يغيب يعني 30 سنية كانت محاولة للحياة أصلا إيه الإجابة دي؟ السؤال سهل يا مدام نعوت والإجابة سهلة برضو دي صورة وده انقلاب والنتائج هي اللي تحكم لكن يا ترى محاولة الحياة اللي تكلمت عنها نعوت دي نجحت الشعب عارف يعيش الإجابة برضو من التلفزيور الألماني اللي كتب تقرير في العيد عن الأزمة الاقتصادية اللي تسببت فيه خلل أولويات وسافه الإنفاق ووصلت للمصريين أنهم يبحثوا عن اللحمة في عيد الأطحى بالتزامن مع الزكرة الوهمية لتلاتين سونية وده الخبر من الموقع الألماني نفسه الأزمة الاقتصادية هم الألمان في مصر لا لحوم في عيد الأطحى إيه رأيك يا نعوت السؤال بقى الأهم هل ممكن الفنانين الألاضيش دول اللي شفناهم طلوا عشان ينقذوا مصر في تلاتين يونيو يخرجوا تاني بعد كده يقدروا يخرجوا عشان يصلحوا الأوضاع الاقتصادية وينقذوا المصريين لكن الفنانين اللي خرجوا من عشر سنين ما فرقش دورهم عن فاطمة نعوت وغيرها دلوقتي اللي كانوا في مهمة أيوة كانوا في مهمة لتجميل وجه قبيح شوية بالتدليس شوية بإطلاق قنابل دخان عشان نهرب من السؤال وشفنا خلال كامل يوم اللي فاتوا عشرات من قنابل الدخان اللي تم إطلاقها على كل وسائل إعلام على السوشيال عشان يغطوا على ذكرى العشرية السوداء مر من كام يوم عشر سنين على تلاتين ستة تعالوا نشوف بقى تلاتين ستة مفيش ولا إنجاز ولا حاجة ملط النظام ملط مفيش ضحك الناس تضحك إزاي؟ وهي مش لا يتاكل يعني مش لا يتضحكهم مفيش فلوس مفيش اقتصاد فنعمل إيه؟ نطلق قنابل دخان أو عصفير عشان نلهي الناس ونشوف بقى قنابل الدخان طفحت على كل صفحات السوشيال وأولها جات من لميس الحديدي عن مناسك الحج وليه ما تتعاملش أونلاين بدل ما نروح نتعب نفسنا ونعرق حوالي الكعبة؟ نسمع كده لميس قالت إيه؟ الحج ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج أونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي الحاجات تطورت ليه لازم نروح نلف حوالي الكعبة سبع مرات؟ ليه ليه؟ وانت هتلاقي فين؟ مع أسوري قصدي ليه بنعمل كده؟ هو فعلا ليه كده؟ وتطلع مواقع كتير تكتب عن التصريح المستفز اللميس عن مناسك الحج والحكاية تعمل ضجة والناس تهري فيها وتوقع تتكلم كام يوم كده وبعدين يطلع الموضوع كله فانكوش وتطلع لميس نفسها بعدها بعد كام يوم وتتهم اللي جان المعارضة أن هي اللي اكتزقت كلامها وفابريكة الكلام ده رغم أن المواقع بتاعتهم هي اللي نشرت والوحيدة تقريبا اللي اعتذر هو موقع رازد نشوف كده؟ أهو مواقعهم هي اللي نشرت لميس الحديد بجد بجد مجود كبير يعني قطعت الفيديو وعملتوا منتاج وجهستوا الخبر وشغلتوا اللي جان واخترتوا 30 يونيو بالذات رغم أنها حلقة يوم 24 أنا لسه واجعاكوا قوي كده؟ لا أنت مش واجعانا أنت واجع عمر أنت واجع عمر قوي يا لميس يا لميس لازم نسأل ليه ما نعملش الحج بالميتا فيرسا أو اللاين لازم ده موقع بصراحة مش اللي جان ولا الإخوان ولا أي حد بلبسك يا مش مهم المهم يعني لميس طلعت قلت لك لأ ده لجان وخصص من دي وبعد ما تأكد كسيرين أن الفيديو مكتزق والمعنى مفابرك دخلنا بقى في قصة كيف تجرينا على طرح السؤال أصلا ولهؤلاء أقول أن علينا مواجهة كل ما مش عارفه إيه عني في عقول بعض خاصة من الجيل الجديد يا لميس ده المصر اليوم المصر اليوم هي اللي نشرع لك الأغيام القادمة هتسأل ليه ما نعملش الحج بالميتا فيرسا ده المصر اليوم يعني إلا إذا كان المصر اليوم عايز يوقعك ده المصر اليوم يا لميس ده مش لجان ولا إخوان ولا أي حاجة طيب دي كانت قنبيلة كفاية كده لا كمان تطلع الأمورة رادوة الشربيني عشان اللي كانت واحدة من أصحاب العصافين المهمة اللي أطلقوها لإرهاء الناس في الزكر العشرية السوداء وطلعت ببوست ألب عليها الدنيا وخلى القناة اللي شغالة فيها تحولها للتحقيق ويمكن كمان تتحاكم آدي البوست اللي كتبته الأمورة الغندورة مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحب الخروف بس تحب ترتبط بيه تعلن إدارة قنوات سي بي سي عن تحويل الموزيع رادوة الشربيني للتحقيق بسبب البوست اللي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لإسم المؤسسة رغم أنه لم يوزع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات يلا بقى رادوة الشربيني مش شهمة ليه البنات مش مهمة ليه البنات ما بتحبش أكل خروف قانوني يكشف عقوبة رادوة الشربيني بعد منشور الخروف دخلنا بقى في القصة حب سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وناس معاها وناس ضدها والناسويات يطلعوا يتكلموا بس ليه لأفضل خرفان خلاهم يتحركوا ضد رادوة بسرعة قوي كده مع أنهم بيطلقوه على أي معارض للسيسي من عشر سنين الإعلامي حافظ المرازي بيفصلنا السبب ده في البوست ده بيقوله السيد حافظ المرازي رغم أن ضابط التوجيه الإعلامي في قنوات المحروسة يطلق صبيته في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزيون لوصف أي معارض من الإسلاميين بأنه خروف لكن حين تستخدم مزيعة بإحدى قنواته وعلى صفحتها الشخصية وصف خروف متهكمة على أي رجل أو زوج ينفع للسيد المدير لوصف إنسان بخروف ويحول مزيعة للتحقيق واضح إنها وجعته ده فعلا دي كانت قنبلة وردوة بقى راحت وردوة جات وقفوها لا مش ترجع يا قلبي معاك يا ردوة جزميتي معاك يا ردوة خلصت القنبلة في قنبلة تانية كانت في أيام العيد برضو وكانت بطولة مجموعة من الألاضيج بتاع السيسي وعملت سجال على السوشيال ميديا بسبب أسعار الساحل الشمالي المبالغ فيه واللي فجرتها ممثلة اسمها جوري باكر دي كانت مستلت في جعفر العمدة وردت عليها مهاد أم الأمصان وشوفنا ده خلاني نتكلم في موضوع قلة الأدف في الأسعار إيه يا جماعة إيه يا جماعة إيه لأنه انتو حافين بتسرقوا الناس انتو بتسرقوا بتستغلوا الناس عشان يومين 3 جنيه مبسطوا فيهم في الله بقى تعالى استغلك بقى وطلع كل الفلوس اللي بجيبك يا عيل صغير رحي جيب السيس مية من 4-22 جنيه يا ليه يعني يا حضرتك ليه مية من الجنة هتشربنا مية من الجنة أنا ما بحبش الناس الشكاية البكاية يعني أنا رايحة أروأ دماغ وعايشة في دور إن أنا من الأغنية عارفين الفيلم بتاع الأميرة إنجي منت من الأحرار يا علي خلاص أنا هروح عمل نفسي من الأغنية يوم هتغور وبعدين أتغور وبعدين أعيب ما يجرىش حاجة خلاص نوع بقى ونعيش في الدور بق مش الناس تؤكده ايف المية بميتين جنيه المية الشاي مش عارفة بكام العصير بكام البيتة بكام حبايبي دي ناس دفع خمسين مليون ومئة مليون معنداش أي مشكلة في المبالغين تتكلموا فيها إنتوا عندكوا مشكلة ما تروحوش يا خلكوا زي اليونانيين كده تدخلوا حلبة الرأس وطرقصوا يا إما ما تروحوش إنما يا بقرأ الناس اللي تقول بقى إيه إنتوا جايين علشان تبسطوا أو جايين عشان تتمحكوا في الأغنية وتعملوا فيها أغنية خلاص بقى يعني كميل الدور للآخر حبايبي إنت بس هاتي تكادر كده عشان الفيلة بتاعتك تطلع وراء دي الفيلة تحفظ أبو ساعدة اوعى تغلط الغلطة دي وتخش في الاشتباك ده لأن دي كانت تكونوا بلد دخان لميس وردوة وابو الأمصان وقابلهم فاطمة نعود كلهم كانوا في مهمة وطنية كلهم كانوا بيعالجوا الملط والعري اللي كشف في تلاتين ستة الفين تلاتة عشرين ودي مهمة حربية ما تقلش عن مهمة صحبة الفستان الأزرق اللي أنا أول مرس معانا من زميلي في الإعداد صحبة الفستان الأزرق الفتاة الغمضة التي كان رقصها بشكل لافت جدا للنظر وكانش رقص مسير في إحدى الأفراح من فترة قريبة وانتشر الرقص ده في كل مواقع طوصة اجتماعي تقريبا أنا الوحيد اللي ما شفتوش والكل قاعد يسأل مين البنت دي؟ البنت رجع التاني؟ أنا والله ما شفته بس المفاجأة بقى أن البنت طلعت بحدش عرفة ولا طلع أن الفرح له علاقة بيها لا هي من قريب العريس ولا هي من قريب العروسة ولا قريب أي حد ولا حتى مقاربتي خلينا نشوف الأخبار دي بتاعت ياسمين إيه يا ياسمين؟ ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق مش متجوزة وبدرس في سنة ربعة أداب تبتأكدها كلية أداب ولا حاجة تانية؟ أداب أصار أصار إيه؟ كنت معزومة في فرح قريبتنا وروحت مع ماما اللي نشر الفيديو صاحب القاعة من التسجيل انتشر بعد يومين وجابي اتنين مليون مشاهدة صاحب اتصلوا بيها تلاتة الفجر وقلوا لي كان عندي امتحان الصبح يعني برضو في الأداب وما كنتش هروح ماما هي اللي وقفت جنبي ودعمتني أنا ما طلعتش عريانة ولا رأست في لايف مدير قاعة الأفراح بيقول العريس والعروسة قالوا ما يعرفهاش وكان بتعمل نمرة في الفرح طفتك إيه داخلنا بالقصة؟ ما ترقص؟ احنا ملنا أهو التناقض الغريب ده في الكلام البنت دي طلقت في الآخر محدش عارفها خلينها دا نقول زي اللي السادس سليم عزوز ما قال قال كده بقت اشتغالة بقت نمرة من نمر الإلهاء ده اللي كتبه الصحة في الكبير سليم عزوز كانت في مهمة رسمية ومنصوره بس وصاح حواقس لما كان اللهو الخفي بعد بتاع كشر التحريض دخلنا على وفاق ميكي ثم صاحبة الفلسطان الأزرق في انتظار النمرة الجديدة يعني البنت جاية نمرة ده بالزبط زي ما الدكتور سليم عزوز بيقول كده ده وخيني يا لامونة وقرود متصلة عشان ننسى السؤال اللي هو إيه بقى؟ وانا نسيت السؤال انا هفكرك بي السؤال اللي أولاني اول ما أنا جيت دلوقتي اللي قالوه حسين فاهمي وناديا الجندي والأستاذة ألفت والأستاذة لميس هل مصر بقت أحسن بعد عشر سنين من انقلاب السيسي؟ هو ده السؤال هو تروح لابو الأمصان وردوه القصة دي طيب وإحنا هنلفه ندول ليه؟ ما نعلق الجرس في رعبة الحمار الجعر ونواجه الكداب بكتبه هو الجعر قاله من عشر سنين ودلوقتي وصل الناس لفين؟ احنا إيه اللي ودينا لحسين فاهمي؟ والناديا الجندي والناس دي؟ حضرات السادة المشاهدين الآن وحسريا في برنامج مصر النهاردة الجعر في مواجهة الجعر السيسي اللي وعد المصريين بأنهم هنشوفوا مصر قد الدنيا وأنهم هنشوفوا النعيم معاه وهيغرقهم من أنهار السمن والعسل الراجل ده استبق الزكرة لحباب دي وطلع من فرنسا وقال المصريين اللي قالوا فريد شاو والله رحموا في فيلم رجل فقد عقله أنا ما وعدتكوش بحاجة نسمع كده عبد الفتاح يبقى فيه وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعب يقولوا في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعملوا كل حاجة حيوة أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر هواتكو بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر ولم أطلق أبدا مشروع إلا عنده فتتاحه إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد لو تلغى الكدب السيسي مش هيلاقي حاجة عايش عليها مهارك يسود وزاي وشك أمال مين اللي قال المصريين الأول أغني الناس مين اللي قال المصريين أنا قلتلكوا صبروا معايا سنتين مين اللي قال المصريين ست شهور مين اللي قال المصريين صبروا وسترون العجب مين اللي قال عربيات الخضار واللمبة الموفرة مين اللي قال الكلام ده وزا كنت انت انسيت ولسه بتكذب ياخي الفيديوهات موجودة والسيديهاتك على رأي مرتضة الجعير موجودة وهنطلعك على المسرح دلوقتي بمناسبة مرور تسعة أيام على ذكرى تلاتين سنية ونوريك كتبك من وقت مطر الشح للرئاسة لغاية دلوقتي انا متأكد ان زميلي هينسوا الفيديو الاهم اهم فيديو بس خلوني كده انا وانتم كمشاهدين نشوف زميلي جابولوا ايه كدب وانا متأكد وانا مغمض انهم نسيوا اهم فيديو للسيسي اهم وعد اول وعد وعد السيسي والمصريين نشوف كده السيسي وبيقولي انا لما جيت في الحملة مقولتش كده خالص قلتني ما عنديش حاجة اقدروادكو بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر هو هكونوا مش مصدقين ان ان مصر مش هتبقى قد الدنيا لا دي هتبقى قد الدنيا صحيح وبكرة تشوفوا انا عمري ما قلت كلام معسول لكم على ان العمور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرابلات الزبنة لا لا انا قلت البلد دي عايزة شغل يا فن شغل من نر على طول فامت المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته سواء صحة او تعليم او حياته سنتين سنتين انا قلت البلد دي عايزة شغل يا فن شغل من نر على طول انا بنتكلم احنا اول وعد معاكم اصبروا معايا سنتين قلت اصبروا معايا ايه سنتين سنتين حتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى اعتباعا انا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلت انا ما عنديش حاجة اقدروا اتكو بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر لن يحرس تصعيد في الاسعار للسلع الاساسية ومطالب الناس مهما حصل ومش حصل حاجة للدولار يعني لكن بول مهما حصل للدولار انا عمري ما قلت كلام معسول لكم على ان الامور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة لا لا انا قلت البلد دي عايزة شغل يا فندم شغل من نر على طول وقفوا جميب هاتكو مصر ست شهور بس ست شهور بس واحنا حتلاق دي الامور ان شاء الله افضل من كده بكتير انا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلت انا ما عنديش حاجة اقدروا اتكو بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر اصبروا وسطروا اصبروا وسطروا العجب العجاب في مصر انا عمري ما قلت كلام معسول لكم على ان العمور هتبقى خضرة والمعايا صفايح العسل وبطرمانات الزبدة لا لا انا قلت البلد دي عايزة شغل يا فندم شغل من نر على طول بصرحة مفاوضة تاني الفين وعشرين تلاتين ستة وعشرين زي ما توقعت بالضبط نسو زميلي في الاعداد العظماء دول اهم فيديو للسيسي عبد الفتاح السيسي اللي قال في الفيديو ده ملناش طمع في حكم مصر دي اول كتبة في تاريخ السيسي مع المصريين ملناش لا والله ما لنا طمع في حكم مصر وهو الراجل طمعان فترة والتانية وداخلين على التالتة السيسي لحس كله وعوده للشعب وكل اللي قاله اطلع فانكوش زي وعوده الكتير عن خفض الاسعار واللي طلعت جريدة الاخبار ساعتها في نوفمبر تبشر المصريين بانتهاء ازمة الاسعار ده المنشت في 2015 اهو السيسي ازمة ارتباع اسعار تنتهي اخر الشهر خفض الاسعار مفاجأة السيسي للشعب ده يو ده في 2015 ان كنتم سيتوا اللجارة هاتوا الاخبار تتقري لكن ازمة الاسعار ولعتوا كل حاجة طالها الغلاء وبقى اشراء اللحوم والفراخ والسمك من احلام المصريين احلام ملايين من فقراء المصريين لأ انا بقول ملايين لانه وقتها ما كانش ملايين لكن دلوقتي ما هو ملايين خانشوف وقتها فروق الاسعار اللحمة من عشر سنين من ساعة ملجع الرجا لحد النهار ده زي ما هنشوف في الجراف ده كده اصبروا معايا وهتشوفوا العجب زيارة الصعر للحوم اخر عشر سنوات اللحمة في 2013 كانت بستين جنيه اللحمة الحمراء بقى 2023 بقى تلتين واربعين لا ده هعديها تلتين واربعين الفراخ في 2013 كان بقى 20 جنيه الفراخ الكيلو بقى بخمسة وسبعين جنيه السمك ب13 كان بثلتين جنيه دلوقتي بتسعين جنيه ايه الاخبار بقى ايه الاخبار يا حلوين حضعت السادة اسمحوني نقدم كشف حساب للسيسي بعد عشر سنين من كلامه هو مش من عندنا احنا احنا نوريكو ازاي لهجة السيسي اتغيرت واختابه للشعب وكلامه وعوده اتغيرت خلال السنوات اللي فاتت نتفرق كده ان ما فيش حد يستطيع ان يصبح رئيسا لهذه البلاد دون ارادة الشعب وتعينه لا يمكن على الاطلاق ان يكبر احد المصريين على انتخاب رئيس مش عايزينه لن اسمح لهم بالاختراب من الكرسي في ملايين من الشباب بيعانوا من البطالة وفيش اللي هم عمل في مصر ده امر غير مقبول كمان في ملايين من المصريين بيعانوا من المرض ولا يجدوا علاجا مناسبا ده امر اخر غير مقبول وبعد ان تقول لي خوام الانتظار مليون متع الجوش ليه؟ متع الجوش ليه؟ عشان دي هي دي البند ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والغذاء والتعليم والعلاج والمسكن كل ده لازم يكون في متناول ايد كل المصريين حق ايه؟ انا مش عارف اعلم انا مش عارف اعالك مش عارف اشغل مش عارف اسكن مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها احنا ما عندنا سراوات انا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان فيه في الدولة المصرية سراوات نحن نريد الوطن لكل ابناءه دون اقصاء او استثناء او تفرقه اخي عبد المنعم يقول لي طب والناس اللي موجودة اهه ده انقاذ واطن ده ايه؟ انقاذ واطن لا ده اللي حاسبني عليه مش انت ده مش انت اللي حاسبني عليه ربنا فلو انت جيت النهاردة اتكلمت في كهربا بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق الناس مش هستحمل ده عايز الاول الاول اغني الناس اغنيهم ولما نيجي نقول لي انا هزود عليك التذكرة جنيه يقول لك انا غالبان مش قادر صحيح وانا كمان غالبان مش قادر يقول لك انا مش قادر طب انا كمان غالبان مش قادر في دين يصل الى واحد وسبعة من عشرة كريليون جنيه هل مقبول داخلي وخلي داخلي وخلي هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم للجل القادمة لا خرم لولادنا اللي اعفادنا يعني هو ده المراس اللي احنا بنوا رسولهم انا افتكر لا تلاتة واربان عشرة تريليون يعني كم مرة يعني تقريبا في الست سنين دول اربع مرات مش كده بربو ولا ايه اربع مرات يعني استلافنا لدرجة ان احنا خلينا مديونيتنا الدين العام بتاع مصر اربعة مرات اللي كنا عليه في 2011 وراحت السكرة ورجعت الفكرة وشفتوا حضراتكم ازاي اتنقلت الحكاية من التسبيل والتدبيل لحاجة تانية انا بس عايزك تركز معا يمكن يكون اللقطة دي انت مش فاكرها مش فاكر الرياكشن ده كتير من المصريين نص العينين دي اللي كانت بتسبل وتدبل للمصريين اللي كانت الحقيقة قلعت ناس كتيرة جدا هدومها الداخلية من الحب والغرام انا هفكرك بيها عشان ترجع اللي صدق ده يقلق الجزمة ويدرب دماغه بيها اتفرج على التسبيل هنا والنعمية اتفرج العب كده علي فول سكريم بعد اذنك بعد اذنك العب ان يصبح رئيسا لهذه البلاد دون ارادة الشعب ومتعيده ان يكبر احد المصريين على انتخاب رئيس مش عايزينه لن اسمح له شفت التسبيل شفته الغرام انا لازم اخذه في الكلوز عشان لان هو كان كلوز قوي على عني وهي عاملة كده او تقمص دور الاستاذ هاني شاكر وامير الاحزان الاستاذ اللي هو نقيب الموسيقين دلوقتي مصطفى كامل وتقمص الادوار كلها النعمة والمصريين وبصوته ووقعت الستات وبنات بقت مشاكل عرفتوا ليه بقى قنابل الدخان دي بتتعمل دلوقتي اه بس افتكرت افكركم باول كتباليستيسي اول حاجة فتحت باب الكتب مش احنا في اكتوبر الضربة الجوية فتحت باب الحرية اوكي دي كانت اول كتباليستيسي ان احنا ملناش طمع في حكم مصر اللي هي دي هتبقى علي اللي انت كنتم شوية بيتقال ان ده حكم عسكر لا والله ما حكم عسكر ولا في اي رغبة ولا ارادة لحكم مصر بس بس ما تبسطهاش دي كانت اول كتباليستيسي وطبعا لان الكذاب لما يقول له احلف يقول جالك الفرج فعلى طول حط فيها لفظ الجلالة لا والله ما حكم عسكر ولا لنا رغبة ولا ارادة في حكم مصر تم تيمشي دي كانت اول الاعلاقة دي اول كتبة ما كانتش اخر كتبة عرفتوا ليه بقى قنابل الدخان بتعمل دولاتي عشان يفضل الطقاء قاعدين على كراسيهم على كراسيهم زي ما كتب الاستاذ الرسام ايمان لطفي ايمان لطفي كتب يقول حكاية التاريخ تقوم الشعوب بالثورات ويموتون ويصابون ويبلعون قنابل الدخان ليجلسوا الطقاء على الكراسي تاريخ بيخاوي ايه وعشان تعرف مصر كتب ايه قبل تلاتين زفت الفين وتلات عشر ومصر بعد عشر سنين هنشوف الجراف ده كده مع بعض افكرك مزق خسن المصرون بعد حكم السيسي البند الحد الادنى للاجور كان فالفون تلات عشر الف ومتين جنيه يعني مية واحد وسبعين دولار فالفين تلات عشرين بقى تلات تلاف ومتين ومية يعني تسعين دولار قال تذكرة المترو كانت بجنيه بقت ب اتناشر جنيه ام بوت البلغاز كانت بثمانية جنيه بقت بخمسة وسبعين الكيلو ودع الكهربا كانت بتسعتاشر بقى مية وحداشر للشريحة الرابعة كيلو الرز كان ب تلاتة جنيه ونص او بتلاتة جنيه خمسة يعني بقى بتات عشرين لتر السولر كان بواحد ونص بقى بتمانية خمسة عشرين كيلو الفول كان بتسعة بقى بستة وتلاتين كيلو اللحمة بسبعين بقى تلاتة وخمسين سعر صالف الدولار كان بسبعة جنيه دولار بقى بتسعة وتلاتين ده اذا لقيته بقى تعال اسلمني كمل كمل ارجوك او هتمشي كمل وزن الرغيف المدعوم كان الحقيقة بقى مية وتلاتين ج طالعاب بقى تسعين ج طالعاب كيلو العادس كان بعشة جنيه بقى باربين جنيه أده العدل التضخم كان بقى عشرة في المية فاصل سبعة بقى أربعين فاصل تلاتة الدين الخارجي بالمليارات القواة أنسة كان أربع وتلاتين مليار أع Brooke يعني بقى مية خمسة وستين مليار هذا رقم برضو مشاكل فيه دح عدل مية وسبعين عدل السجون كان ستة واربين بقى أربعة و تسعين أراضي مصر كانت مليون كيلو متر مربع دلوقتي بقت إيه لك زرتين مصر بقت كده مصر وبقت مصر اللي السيسي قال عليها هتبقى قد الدنيا مديونة لطوب الأرض وبقت تاني أكبر دولة في العالم مديونة لسندوق النقد الدولي مش مسدق وأنا هتحك عليك ليه قادي أكتر دول خمس دول مديونين لسندوق النقد اطلع بيهم يا عالم أكتر خمس دول مديونة لسندوق النقد الدولي مصر تحتل المركز التاني باشا الله بعد الأرجنتين الأرجنتين وغده 32 مليار دولار مصر 13.3 أوكرانيا بعدين اللي في حرب إكوادور باكستان أدي مصر اللي هتبقى قد الدنيا دلوقتي وبعد عشر سنين ايه أخبار المصريين ماذا تبقى لمصر الحكاية الحقيقة لخصها مواطن مصري مغترب مغترب نزل مصر فترة بسيطة واكتشف إنه اندحك عليه بشعرات الوطنية والمهلبية اللي بيزينه بيها أو بيزينه بيها على ودان المواطنين مواطنين الغلابة ما هو أنت المصري تمسكه من حتتين حتة الدين تعالى بس ربي دائمك كده ورزع زيبيبه هنا ومسك سبحة وقول أي حاجة هتاكل زي الحلاوة مع المصريين أول حتة التانية إنك إنت هتوقف تقول خلي السلح صاحي كده وهب تلاقي نفسك إنت مع المجميع بقى معلم كرال المواطن ده يتدحك عليه بحشد كبير من الأغاني من سنة ستة وخمسين لحد دلوقتي أنا على فكرة ممكن نبقى نعمل حلقة كويسة جدا وهتبقى ممتعة عن الأغاني الوطنية الأغاني الوطنية اللي هي مفروض لمصر بس أوريكو إزاي خدمة الطقاء إنما ما علينا الراجل ده يعيني عاش وتردع وتفطم على الأغاني الوطنية وإن مصر هي أمي وإنها هو دمي أعرف رادي غالباً دي كمال الطويل ممكن تكون كمال الطويل بس هي كمال الطويل فعلا أو ما نقولش إيه ديتنا مصر ونقول هندي إيه لمصر دي غالباً أستاذ حلمي بكر أو حقيقة هي بتاعت حلمي بكر واللي غنتها علاية تونسية ملاش علاقة بمصر المواطن ده بقى شيرب بقى هندي إيه لمصر وما نقولش إيه دينا لمصر والحاجات دي وفضلوا يجدنوا عليه لحد ما فجأة السيسي وحشيته عايشو في كوكب تاني مش كوكب تاني بتاع الأستاذ متحة الجمال اللي غناء الأستاذ متحة صالح أنا عايز عايش في كوكب تاني لا ده كوكب السيسي تعالي نشوف المواطن ده لما صدق مصر هي أمي ونيلها هو دمي ومصر كوكب تاني وتعكّل عكّدي نشوف آله كده بقى رأتي أنا كنت نازل مصر من فترة مهم إيه كان معي دولار فمبلغ ففيه واحد عندي التزامات ومعي مبلغ ففيه واحد قال لي إيه الوطنية ومداش في السوداء ولازم تليع في البنوك أو الصرافة عشان ما تشجعش السوداء عشان مصر والوطنية ورد الجميل مهم إيه غيرت بابلغ من البنك وبعد كم يوم كده غيرت بابلغ من الصرافة المهم أنا لاجع بعد شهر احتاجت مئة دولار عشان مواصلات عشان سحبوا فواتير من البنك عندي فما عايش في البنك خمسة دولار فمحتاج أجيب مئة دولار عشان أركب مواصلات من المطال لبيت عندي أركب أوبر أركب أي حاجة مهم فقمت الصرح بدلي كنا نشيط رحت البنك صباح الخير صباح النور وصبحت محتاج مئة دولار قال لي عايزين البصبور والفيزا بتاعتك تحت السفر وتذكرت السفر طيب والله أنا معي بصبور أمريكي ومعيش فيزا يعني ما بأخدش فيزا والله إحنا أسفين دي قائد يعني لوائح وقوانين نزيبكم معك فيزا وبتاعه مش عالف ايه وكلام مند طيب يا جماعة أنا ملسة بحول من نفس البنك دول مبلغ قد كذا كم ألف يعني فرجعوني مئة منهم والله إحنا أسفين ما حدش ضربك على يدك السلام عليكم خدت بعد رحت الصرافة مساء الخير أنا محتاج مئة دولار مافيش والله عندنا فلوس طيب في الناس بتبيع جميع منه هي النس وقف عندوك طوابط بتبيع لا الفلوس دي محجوزة طيب حلالك أنا مغان عندوكو مبلغ ألفين دولار فمن حق إن أنا مطلب مئة دولار أخدها والله إتعب تعالي حاول بالليل وهم قمت نازل بالليل معلش والله إحنا أسفين ما عندناش فلوس ما عندناش مئة دولار إليك اللي أنا عايز أقوله إن أنا في الوطنية بتاعتي دي خسرت 25 ألف جنيه من فرق البنوك والسودة واشتريت الوطنية اللي أنا معرفش عنها حاجة دي بصراحة ومحدش يقول لحد خليك وطني لأن الوطنية مش بتخلي بالها منك يا بتاخد ما بتديش بتاخد ما بتديش والأسف المواطن ده عرف الدرس متأخر الخلاصة إجابة السؤال سهلة جدا بنفس السهولة سؤال فاطمة نعوت مصر الآن مع الأسف والأسف بتعيش أسوأ أيامها أسوأ من أيام النكسة ممكن حد يعتبر إن دي أوفر مني لكن مش هلا اللي قلت كده ده زي ما بيحكي الصحفي ماجد عاطف بيقول حاجة مهمة قوي مش أوفر مني ما بلغتش لما قلت إن مصر بتعيش أسوأ من أيام النكسة أنا لو كلمتك على أيام النكسة لا أيام النكسة كانت أحسن من دي بكتير بكتير بمراحل ده رأيي بس كمان نشوف حد عاش أيام النكسة قال إيه نشوف البصد ده بتاع الصحفي الأسف ماجد عاطف بيقول أنا أمي ربنا اديها الصحة ستة كبيرة عد عليها حربين وخمس رؤساء وفوق التلاتين حكومة ونظرياً هي طبق أوسطة أوليا أستاذة جامعية يعني مش ستة بقى كده من زي أم كده على بابا الله لا أهد أستاذة جامعية وعندها أرض في البلد سترها والأمور المفروض تمام وطبعاً هي حزب كان بقى أصين من بتقول الاستقرار وربنا يولي من يصلح ومناش دعو بالسياسة يا ابني أي الستة دي بتخسن بالله إنها في التمانين سنة اللي عاشتهم عمرها ما عد عليها أيام خنأة زي دي حتى وقت النكسة كانت الأمور مش بالرداءة دي أليس فيهم رجل رشيد يدرك أن الأوضاع كده خطر خطر عليهم قبل ما تكون علينا ده رأيي أستاذة جامعية مش رأيي ستة كده شايلة مشنة وبتبيع في الأسواق إن دلوقتي أسواق من أيام النكسة ودي حقيقة حقيقة لا تقبل جدل إن مصر في أيام النكسة ما كانتش كده صحيح الناس صدقت عبد الناصر وتخدعوا لكن الوطنيين دول أعادوا لمصر هيبتها الوطنيين اللي داخل مؤسسة العسكرية فرضوا على أي وزير حربية وقتها كان اسمه وزير حربية فرضوا عليه إنه مش هنام غير لما نجيب حقنا لدرجة إنه وزراء الحربية اللي عدوا بعد كده مثلا محمد فوزي الفريق أول محمد فوزي فريق صدقي بعد كده المشير أحمد إسماعيل علي دول كلهم قبل حرب أكتوبر ما كانوش بيقدروا يبصوا في وش الجنود عشان الجنود كانت عايزة الطار كانوا عايزين يرفعوا أثار الهزيمة عبد الناصر نفسه كان العية والمرض اشتد بيه جدا لدرجة إنه كانش بيقدر يقف على رجله عبد الناصر نفسه لما سافر روسيا بعد سبعة وستين لأنه مش قادر يقف على رجله وعنده مشكلة في شرعين رجله اضطر ينام في أرضية الطيارة لأنه مش قادر يقف واكتمع مع كبار القادة في أرضية الطيارة وهو نام على ظهره لأنه رجليه صعب جدا يقف على رجله ولما الدكتور الروسي قال له أنت لازم ترتاح وتاخد أجازة قال له أنا ولادي في الجبهة لو أنا غبت عنهم ما عرفش ممكن يحصل إيه عشان كده أنا لازم أقف على رجلي ده كان وطنيين احنا دلوقتي ما عندناش وطنيين احنا عندنا شوات حرامية سواء في الجيش أو في اللي بيحكمه أو حتى في التمثيل فؤاد المعندس اللي اعتبر أن عبد الناصر كلفه شخصيا بإنتاج أو بتمثيل مسلسل دحك المصريين اعتبر أن دي مهمة حربية أم كلسون استدعت تجار الدهب في بيتها ولمت 16 كيلو دهب عشان تتبرع بيوم للجيش أم كلسوم نفسها اتبرعت بمبالغ لا حد لها ولا نظير لها في التاريخ عشان تدي للجيش أم كلسوم عملت حفلات كتيرة سواء برا مصر أو جوا مصر عشان تبعت للجيش فلوس الشعب كله كان متكاتف عشان يعدي الأزمة لأنه كان بيصدق إن دي مش ممكن تستمر وإن فيه وطنيين مخلصين ده كان فيه نقطة اتقالت وقتها عن الفريق محمد فوزي وقتها أرجوك لو بيخا ما تشون بتتحك النقطة بتقول إن كان فيه بغبغان شغلنا دور جيل تجار المخدرات وكل ما يشوف البوليس يقول كابسة 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 البوليس أبض على الأصابة دي وأخذ البغبغان ده عنده فالبغبغان تصادر بقى من أملاك الدولة فوقفوه على مجلس الشعب فيخشوا الأعضاء عادي لحد ما دخل الفريق محمد فوزي البغبغان قال كابسة 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 عشان وليك قد إيه قادة الجيش كان منهم محمد فوزي أو على رأسهم محمد فوزي كان رجل صالم جدا ووطني جدا دلوقتي ما عندناش النمازج دي عندنا نمازج بس بتسرق وتلهب وتاخد ثلوس وتبيع أراضي وتقاسم مع كل يبقى احنا دلوقتي أسوأ من 67 بمراحل